وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنسلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وفي حديث آخر إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن من أشرف العلوم العلوم المتعلقة بكتاب الله عز وجل كتجويد القرآن وعلوم القرآن وما يتعلق به فإن شرف المعلوم من شرف العلم والمنتسب إليه هو الله عز وجل إذ هو كلامه سبحانه ولذلك فقد كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي القرآن عن الأئمة الضابطين فقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وقال في حديث آخر خذوا القرآن عن أربعة وسماهم صلى الله عليه وسلم ولذلك فقد تسابق الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن وفي تلقي العلم بكافة أنواعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وشمل ذلك الرجال والنساء فقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها من كبريات المحدثات والفقيهات وقد نقلت دواوين السنة لها مئة ألفين ومئتين وعشرة أحاديث فهي من المكثرات جدا في الحديث وقال عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه كانت عائشة أفقها الناس وأعلم الناس وأحسن الناس حتى إن الإمام الزركشية رحمه الله صنف مصنفا أسماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة فقد كان لها رضي الله عنها جهادات خالفت فيها بعض الصحابة وكانت رضي الله عنها شاعرة فقيهة محدثة ولم يخل تاريخ الإسلام من هؤلاء فقد كانت بنت سعيد بن المسيب رضي الله عنه أيضا من العالمات الفقيهات حتى إن زوجها وقد كان تلميذا لأبيها بعد أن دخل بها أراد في الصباح أن يخرج فقالت له إلى أين؟ قال إلى أبيك لأتلقى عنه العلم قالت دعني أعطيك علم سعيد أي علم أبيها وكانت فاطمة بنت مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه رحمه الله من الفقيهات المحدثات حتى إن الموطأ الذي ألفه الإمام مالك رضي الله عنه رحمه الله كان إذا قرأ عليه وتستمع ابنته فاطمة إلى قراءة القارئ عليه يسرد الأحاديث فإذا لحن أو أخطأ طرقت من وراء الستر فقال له مالك أعد فقد لحنت من تنبيه ابنته رحمها الله وقد كان من بين شيوخ الأئمة الكبار أئمة الإسلام شيخات خصوصا في الحديث قد اشتهرت النساء برواية الحديث والوثاقة في ذلك أكثر من العلوم الأخرى فمن ذلك للإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب والإمام بن القيم الإمام العالم المعروف والإمام بن الجوزي والإمام البخاري وابن الجزري وابن عساكر وغيرهم لكل هؤلاء شيوخ أو شيخات من النساء وحتى إن الإمامة الذهبية رحمه الله قد تحسر على عدم لقيا العالمة الجليلة أم محمد سيدتي بنت موسى بن عثمان المارانية المصرية قال كنت أتلف وعلى لقياها ورحلت إلى مصر وعلمي أنها باقية فرحلت وجدتها قد ماتت منذ عشرة أيام وكانت عائلة بن حجر رحمه الله الإمام الكبير من كبار أئمة الحفاظ في الحديث وفي الفقه كان من عائلته أخته أخته ست الركب العسقلانية وزوجته التي حدثت في حياته وكان يداعبها ويقول قد صرت شيخة وأصمعها بعض المسلسلات الأحاديث وأجاز لها باستدعاء عدد من الحفاظ في الشام ومصر وغيرها وكانت ابنته زين خاتون أيضا محدثة عالمة ولم يخلو تاريخ الإسلام من هؤلاء النسوة اللواتي حرصنا على العلم الشرعي والتلقي قال الإمام الذهبي رحمه الله أخذ خلق من التابعين عن الصحابيات ولو سردنا أمثلة في ذلك لطالبنا المقام ويكفي أن نقول إن إحدى راويات صحيح البخاري السيدة كريمة بنت أحمد ابن محمد ابن حاتم المروزية سمعت الصحيحة من الكش مهيني ومن زاهر ابن أحمد السرخسي وروت للصحيحة مرات كثيرة وحدث عنها خلق كثير من طلاب الحديث وأئمة الحفاؤ وذكر الذهبي عن شهدة بنت أبي نصر الدينوري قال حين ترجم لها فخر النساء ومسندة العراق روى عنها الحفاظ الكبار كابن عساكر وابن قدامة وابن الجوزي والفخر الإربيلي ومن التاريخ المعاصر الذي لم يخل أيضا من هؤلاء العالمات اللواتي حرصنا على العلم الشرعي وتلقيه فيروي المختار السوسي المغربي أخبارا كثيرة عن نساء سوس من بلاد المغرب الأقصى عالمات فقيهات يحفظن مختصر الشيخ خليل وهو من مختصرات الفقه المالكي المعتمدة في بلاد المغرب وفي الأندلس وفي إفريقيا ورسالة أبي زيد القيرواني وكثير من العلوم وهناك أيضا جماعة القبيسات النسوية وبغض النظر عن التوجه الفكري لهن فإنهن قمنا بجهود عظيمة في تلخيص أبواب كثيرة من الفقه وقمنا بتلخيص الفقه على المذاهب الأربعة وإنك لا تعجب من قول الإمام الذهبي رحمه الله في وثاقة نقل النساء للحديث قال رحمه الله وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها ونقل هذا المعنى عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله أسأل الله للجميع أن يوفقهم إلى نافع العلم وصالح العمل وأن يتقبل من الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم غليم